الآن هذه الفاجعة والمصيبة على العلاقات الدولية على علاقة تركيا بمحيطها بدول العالم حتى بالدول التي كانت يعني العلاقة معها متوترة في الأولى الأخيرة نعم بلا شك ومن نتائج هذا الزلزال أن حراكا سياسيا وديبلوماسيا سيحصل وهو يعني بدأت ملامحه تتشكل أنا قلت منذ قليل أن اليوم صباحا هناك موقف رسمي للخارجية الأمريكية يدعو إلى التحرك في اتجاه غاثة هذه المناطق التي أصيبت بالزلزال هناك أيضا على المستوى العربي هناك جسور جوية مفتوحة ما بين عديد البلدان العربية والسورية وتركيا هنا خاصة بالنسبة لسوريا عندها خصوصية معينة بعض الدول أرسلت المساعدات عن طريق تركيا باعتبار أن المنطقة المتضررة هي خارج سيطرة النظام السوري في حين أن بعض الدول العربية وبعض الأنظمة على غرار النظام الحالي في تونس يصرون على التعامل مع النظام بشار الأسد أنه الممثل الوحيد للشعب السوري وقاموا بإرسال المساعدات إلى العاصمة دمشق ليطرح السؤال بكل جدية كيف سيتمكن بشار من إيصال هذه المساعدات إلى مناطق تقع خارج سيطرته ولا يمكن له الاقتراب منها حتى هناك تعليق للعقوبات عقوبات أمريكية حتى أغسطس القادم ستة أشهر الآن هناك عقوبات علقت من قبل الخزانة الأمريكية نعم على سوريا نعم هناك حراك أو على النظام الأسد نعم هناك حراك الحقيقة نتمنى أن يجلب يعني لكن حول تركيا وعلاقاتها الآن نعم دول الشمال الأفريقي على سبيل المثال نعم نعم قلت نعم حتى هذه الدول الشاركة أن كانت مشاركتها ضعيفة الحقيقة يعني ضعيفة في الحد الأدنى وهي إنما هي حركة يعني ديبلوماسية لا غير لا ترقى إلى الإغاثة الحقيقية التي ستجلب يعني بعض من التنفيس على أهالي المنطقة الذين تقدر أعدادهم بالملايين بلا شك فهناك يتم الاكتفاء بإرسال بعض الطائرات وهي الحقيقة مساعدات محتشمة جدا ولكنها حركة ديبلوماسية للفت النظر للإنتباه بأننا يا أتراك موجودين وسجلنا أن هذه النقطة نعم لا غير تقصد النظام التونسي بالتحديد؟ نعم نظام التونسي تحديدا فالصلي أكثر نعم نظام التونسي الذي اكتفى بإرسال طائرة يتيمة يعني طائرة وحيدة وبإمكانيات محدودة الحقيقة ولا ندري كيف سيكون إشعاع هذه الطائرة أو هذه المساعدات المحملة في طائرة واحدة بضع الأطنان كيف سيتم توزيعها أو علما في منطقة يعد المتضررون فيها بالملايين لكن بالنهاية هي مبادرة تونسية رسمية تجاه تركيا وسوريا هي حركة لا غير هي حركة كيف حركة؟ هي حركة تسجيل نقطة سياسية ما المطلوب أكثر من هذا؟ تركيا مثلا بالنسبة لتونس بعد 2011 تركيا تبرعت بأشكال مختلفة نقدا وعينا وآلياتا وتبرعت بمبالغ ضخمة مبالغ فلاكية تيلة العشر سنوات